استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد دان الهيان وزير الخارجية معالي حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية والاتحادية في مملكة بلجيكا جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تطورة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبول إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد وحماية أروح المدنين كافة كما بحث الأليات اللازمة لضمان استدامة إصال المساعدات واللغاثية والطبية للمدنيين وتبادل سموه ومعالي وزيرة خارجية بلجيكا وجهات النظر بشان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتدعية الأمنية والإنسانية وأكد أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بهدف حماية المدنين كافة والدفع نحو انتهاج مسار التهدية وخفض التصعيد وتكثيف المساعي المبذولة لاستعادة أمن واستقرار المنطقة